وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 36 طن من المواد الغدائية وغير الغدائية كما تمكنت الوزارة أيضا من ضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغدائية وغير الغدائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة وضبط قرابة 29 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية كما تم ضبط أيضا 609 قضايا من بينها 282 قضية خبز ناقص الوزن 99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط أربع قضايا في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طن من الأقماح المحلية ترجمة نانسي قنقر